تنفيذا لتوجهته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأولي لرئيس مجلس الوزراء بإصلاح المنازل المتضررة جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أحد أنابيب النفط من قرب من قرية بوري قام سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية للمنازل المتضررة بالقرية حيث رافقه خلال الزيارة محافظ المحافظة الشمالية السيد علي العصفور وعدد من المسؤولين في الوزارة ورئيس المجلس البلدي لبلدية الشمالية محمد محمود وعضو المجلس البلدي للشمالية بدور بن رجب وممثلية الإدارات المختصة بصيانة وترميم المباني وقال سعادته بأن الوزارة باشرت عملها لتنفيذ توجيهات سموه للعمل على حصر الأضرار الناتجة عن هذا العمل الإجرامي الإرهابي الآثم من أجل البدء في إصراح المنازل المتضررة وتنسيق الجهود مع مختلف الأجهزة المعنية لإنجاز هذه المهمة الوطنية التي تعكس اهتمام قيادة البلاد الحكيمة وحرصها على أمن الوطن وتوفير الخدمات المتكاملة للجميع وأكد الوزير خلف أن الوزارة ومن خلال الإدارات المعنية ستقوم بمعاينة المنازل المتضررة من الناحية الهندسية والإنشائية تمهيدا لبدء أعمال الصيانة والترميم وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على الاطلاع بشكل مباشر على التلفيات في جميع المنازل موجها فرق العمل إلى البدء فورا في دراسة كل حالة على حدة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة ترميم وإصلاح المنازل موضحا بأن الوزارة ستعمل بناء على التقييم الفني إلى تقسيم المنازل المتضررة على عدة فئات حسب الأضرار التي تعرضت لها استكمالا لجهود الجهات الحكومية الأخرى التي بدأت العمل في حصر جميع التلفيات